سامي وصولك لقناة الواقع وش كسبت او وش خسرت وش الشي اللي يمكن تقول انا سأكسبه مستقبلا وش الشي اللي ممكن خسرته من اصدقاء او افكار او او اشي معينة او وش يقول شكرا في تنبيدة دقيقة جدا ايه الاستاذ ابراحيم الحسين مالك القناة والاستاذ صالح حسين مدير التنفيذي على ثقتهم ان يكون ضمن الطاقم داخل البرنامج لمسار جميل ومسيرة هنحققها ان شاء الله برنامج تلو الاخر مسألة ايش كسبت كسبت حب الجمهور دخلت على جمهور قناة الواقع جمهور حديث هل من انا في السابق اللي سنوات طويلة في قناة اخرى في برامج واقعية الان تفاجعت ان جاء جمهور مختلف تماما عن السابق فهنا برضو تتجدد الدماء تحاول انك انت تتعامل معهم بطريقة اخرى سبحان الله في فلسفة قالها ادوارد بورينز اللي هو موضوع الاعلام الحديث الاعلام الحديث سارحين لازم يكون فيه مكتسب من علوم الاخرى اللي هو من ضمنها علم تحليل وجمهور خلي يقفل اخي خلي جي فيه تسأل سؤال اتمرت تعرف اجابتك استاذ ساليش خسرت وشي انا عندي انا عندي مبادرة قدمها روبرتو كارلوس يا اخي انتو اي برنامج تابعه حقا اسبع هنا تحتاج قراءة لتحليل الجمهور تحقق مكتسبات جديدة من خلالهم ما سألتني خسرت ما خسرت شي لان ما في قنوات كثر تقول انا انتقلت من نادي للنادي عشان تقول انا كنت اتمنى اكون في النادي الماضي والتحق بالنادي الجديد جميل حقيقة سامي برغم انه في يوم الايام يعني كان مجال منافسة في تواجق في القنوات اخرى ولكن اليوم جيتك هذه ثقافة جميلة في الاعلام ثقافة جدا نظيفة وثقافة نعزز لها في كثير من الاحيان انه دائما يكون موجود الاحترام موجود جميلة المنافسة اليوم سامي بكل تجرد وشفافية كيف تشوف المنافسة في برامج الواقع انا اعتقد ان لسه ما دخلنا في اطار المنافسة لان لو جينا لقناة ترفيزيونية وبرنامج متكامل ما فيه في الوطن العربي بشكل كامل ما فيه الا برنامج مزل حاليا تسلم كيف متكامل؟ متكامل في الظهور متكامل يحقق الية التواصل عند مجموعة منصات توصل للمشاهد حرام انك انت تظلم الطرف الاخر وقد تكون امكانياته غير كاملة ثم تقول انا تقارن فيها كمنافسة لا هذول افضل وهذول مش افضل هنا من باب الظلم المنافسة راح تكتمل في حال اذا انت كان الطرف الاخر حضوره نفس حضورك يعني في حال تحققت الاركان كامل يا سلام عليك هنا صح ممكن تقيم لسه انا قاعد اقول لك لسه ثقافة وبرنامج في الواقع مش دخيل على وطع العلمين انه ما بي ادخل في الفلسفة على الغامدي بس انا مضطر اني اقولها حقك انت ادوارد اللي قلته حق الهلال هذا اول مستحدث علم النفس في العلاب والتحليل الجمهور وكيف سبحان الله طبعا انا انصح بقراءتي بشكل عام يعني خاصة الجمهيل المحبة للعلاب بشكل كامل صح عمون هذا فلسفة اخر ما بي ادخل فيها عشان ما بي البرامج الواقع الاجنبية ترى عندهم ميزة حنا لسه ما وصلتنا لانحنا نعاني نعاني الثقافة ما وصلتنا بشكل كبير ايش اللي لاندخل نعطك برنامج كويس على شان الفور في برنامج بي بي سي على قناة او الهيئة داعة البي بي سي البريطانية ايش فكرة البرنامج شوفوا شباب شوف المقارنة هنا عندنا المتسابقين كل همة يبي اخذ جوال ولا يزعلون مني في جميع النسخ وشوف رد الفعل يبي اطلع اعرفت يبي ينحاش بعدها ايبي اطلع 24 ساعة هناك البرنامج برنامج كويس يجبونه مجموعة متسابقين ثلاثة متسابق يرمونه في الجزيرة انا عنده جازة فرصان جزيرة فرصان جازة كلمة صالح لسازن ايش اللي معلوم في الجزيرة لا كهرباء لا في كهرباء ايوه اعرفت لازم تستخدم الطبيعة كيف تواجه الطبيعة ما في حتى جوالات كل جوالات مسحوبة ولا يقدر تهرب جوال يعني ما يجيك يغرس ما يقدر سعد واسح مسح سعد الواجح على طراد ما يجي سعد واسح ما رح يجيك تقارب صاحبة لا انا ممكن يغرق ممكن يغرق والله اليوم اثنين تلقى في جزاء مور في وطن القرش اينا الدليل قدر راح اوصال قدر راح اوصال وطن القرش شؤال طيب كمل طب ما في برايم الا الا في برايمات بس ان الموضوع ما في يعيش حياة واقعية مجبور حقيقية ولا يدري على الجمهور حتى خرج بالساعة ما في بقى ثلاثة شهور ما انا فيه يا ابو يارف ما عنده محمد عيز تقفى فكرة عبد عيزة واللي طل